تشهد العلاقات البحرانية المصرية تعاونا أمنيا وعسكريا شاملا شكل في مجمله ذلك التضامن العربي الموسع لحماية المنطقة من الأخطار المحدقة بها وتقوية جبهاتها الداخلية العسكرية والمجتمعية من جهة وتقوية أدوارها السياسية الموجهة للخارج من جهة ثانية نعم توفقات عسكرية وتنسيق موحد تمثل في توقيع العديد من مذكرات تفاهم إلى جانب تنظيم جملة من التدريبات العسكرية المشتركة في عدد من مواقع القيادة العسكرية والأمنية بين البلدين تآلفات وتحالفات دفاعات وتدريبات مشتركة تدعمها ركائز العمل العسكري الواحد الذي يوحده المصير ويدعمه الضمير ليذود كل منهما عن الآخر ويكون لبعضهما نعم النصير تجاه مختلف الأخطار والمعيقات التي قد تصبح ماثلة ومن البديهي جدا أن يكون التصدي لها بإرادة المعين كإشارة إلى توحيد الرايات والمواقف وبروز لمعاني التلاحم والإخاء في صد أي اعتداء وما يدلل إليه فحو الكلام هو عمق التنسيق العسكري القائم بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة الذي يقوم بدور رئيسي يتمثل بتشكيل أوجه التكامل بين الدول العربية قاطبة فالتعاون البحريني المصري وتحديدا في المجال الدفاعي يعتبر من الدعائم الأساسية لحماية الأمن العربي وتحقيق مناخ ملائم للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ككل وهو ما يؤكد على طبيعة العلاقة الراسخة والمتينة بين القاهرة والمنامة في مواجهة التحديات المشتركة وبما يحقق مصالح البلدين وشعبيهم الصديقين على مختلف المستويات والمجالات الحيوية تحت سماء لا ترى فيها سحبا بل تصف في أفقها جهود البلدين الموحدة والشراكة الحقيقية التي يسكنها تطابقات وتوافقات مثلى لوجهات النظر والأهداف تعاونات ثنائية راسخة كانت قد أفضت إلى التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات الدفاع والتعاون والتنسيق الأمني بين وزارة الدفاع المصرية والقيادة العامة لقوة دفاع البحرين إضافة إلى تشكيل لجنة التعاون العسكري البحرينية المصرية المشتركة العليا ناهيك عن عديد التدريبات والتمارين المشتركة كتمرين سيف العرب وسلسلة التمارين العسكرية المشتركة كتمرين حمد ثلاثة إلى جانب مناورات تمرين حمد اثنين وحمد واحد فضلا عن التدريب المصري البحريني المشترك خالد بن الوليد 2018 الذي نفذته عناصر من وحدات الصائقة المصرية والقوات الخاصة الملكية البحرينية وغيرها من التدريبات الثنائية التي حققت نجاحات باهرة عكست كفاءة الجيشين وقدرتهم العالية في التسليح والتنظيم لتلفزيون البحرين محمد رشادات